بينما تصابق معامل الأبحاث في العالم الزمن للوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا بدأ علماء في تايلند اختبار لقاح على الكرود وحقنا البحيثون 13 من كرود المكاك بأول جرعة من اللقاح وعلى مدار ثلاثة أشهر ستحقن الكرادة بجرعتين أخرين محاولة إيجاد لقاح هي من أجل الاكتفاء الذاتي ولأنها ستكون أرخص لأنها تكنولوجيا خاصة بنا ويستخدم فريق البحثين التايلندي في تجاربه تقنية الحمض النووي المتنقل خلافا للتجارب الأخرى لأنها لا تستخدم الفيروس وإنما تستخدم جزءا من شفرة الجينية لإنتاج الأجسام المضادة داخل الجسم من أولويات الحكومة لاستثمار في اللقاح لضمان حصول تايلند على فرصة لإنتاج كميات كافية لشعبها ويأمل البحثون في تايلندا أن تبدأ التجارب لقاحهم على البشر قبل نهاية العام الجاري في حين تتواصل عدة مشروعات أخرى لإنتاج لقاحات محتملة ضد الفيروس كورونا بالتعاون مع الولايات المتحدة والصين ترجمة نانسي قنقر